موسيقى في عصر كثرت فيه المدخلات إلى حياتنا وعقولنا أصبح من الصعب لدى الكثير مننا الحفاظ على حضور ذاكرته حيث يشكل كثيرون من التشويش وعدم قدرتهم على استحضار كثير من المعلومات لذلك اليوم سنناقش بعض التقنيات التي تساعد على الحفاظ على الذاكرة وتقويتها مع ضيفنا في الستوديو محمد أوجانا مدير ومحكم دولي في تطوير الذاكرة أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد ويسعد انهارك أهلا وسهلا بارك الله فيك شكرا على الدعوة الكلمة يعني بداية دعنا أستاذ محمد نتحدث أنه فعليا شو الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى تشويش الذاكرة هذا الذي نعيشه بالنسبة للذاكرة قبل أن نحكي على التشويش يوجد شيء مهم جدا وهو تعريف الذاكرة ما هي الذاكرة؟ لابد أن نعرف الذاكرة ما هي حتى نتفاعل معها بالنسبة للذاكرة هي عملية احتفاظ بالمعلومات يعني كيف ندخل المعلومة إلى الذاكرة لكي ندخل المعلومة إلى الذاكرة فيها ثلاث مراحل إذا تركنا مرحلة واحدة لن نستطيع أن نحتفظ بالمعلومات لذلك أول مرحلة يسمى بمرحلة التسجيل لابد الإنسان في مرحلة التسجيل أن يسجل بطريقة جيدة المعلومات تدخل بطريقة جيدة بعد ذلك يأتي مرحلة الاحتفاظ ثم تأتي مرحلة الاستدعاء وهذا ما نحتاجها في الذاكرة لذلك التشويش أو النسيان ينتج من ماذا؟ ينتج من عدم الاهتمام أو التركيز في مرحلة تلقي المعلومة التسجيل نعم في مرحلة التسجيل أن هذه أهم معلومة إذا أتت وسجلناها بطريقة جيدة تذهب الآن إلى مرحلة الاحتفاظ أيضا إذا طريقة الاحتفاظ لديها طريقة معينة لإحتفاظ وديها شروط إذا لم نجعل تلك الشروط بطريقة جيدة أيضا ستذهب إلى النسيان وفي الأخير الاستدعاء الاستدعاء أيضا لكي تستدعي لديها فيها مرحل معينة إذا لم نستطع أيضا استدعاءها فذلك يسمى بالنسيان لذلك أهم شيء في تلقي المعلومة هو التركيز والاهتمام في تلك اللحظة وتلك الثانية التي تلقى فيها المعلومة نعم بس يعني كثير من أشخاص كمان بذات الوقت بيقولوا تلقينا المعلومة وحفظناها ولكن يعني إن كان طلاب المدارس إن كان لأشخاص يمكن تقرأ أي كتاب يعني بتحفظه وتركز عليها ولكن تنساها فيما بعد برأيك كيف ممكن يحافظوا على المعلومات وتدخل لعقولهم نعم هو كمرحلة أولى عند أخذ المعلومات يجب أن يكون ذلك الشخص مهتم إذا كان مهتم لأجل الامتحان مثلا نعم لما يأتي الامتحان ستحذف كل هذه المعلومات التي جعلها كأنه يقول للدماغ البشري يقول أنا أحتاجك لمدة عشر ساعات أو أحتاجك لمدة شهر بعد الشهر يمحي كل شيء حفظته لذلك أهم شيء هو الاهتمام أنا أقول لطلبة العلم خذ المعلومة من الأصل وكن مهتما في تلك اللحظة إذا كنت مهتما في تلك اللحظة مباشرة ستسجل المعلومة بطريقة جيدة ثم الاحتفاظ كيف تكون حتى لا ننسها لابد أن يمر الطالب بخمس مراحل للمراجعة ويسمى بالتكرار لكن ذلك التكرار ليس بالتكرار الذي نعتده لا التكرار في المراجعة أي شيء دارسه لابد أن يراجعه بعد ساعة من مراجعته يعني من دراس تلك المعلومة بعد ساعة يراجع ثم في نهاية اليوم يراجع نفس المعلومة ثم في نهاية الأسبوع يراجع ثم في نهاية الشهر يراجع ثم في نهاية ثلاث أشهر يراجع هذه المراجعات الخمسة هي إرسال المعلومات من الذكر الحسية إلى الذكر طاولة المدى وبهذا كأنه بعد ساعة كأنه سيارة جعلت بنزين ينتهي في آخر اليوم لابد أن أعمر بنزين في آخر اليوم إذن أراجع ويكون بنزين لمدة أسبوع كذلك أملأ البنزين بعد أسبوع وهو صالح لمدة شهر ثم ثلاث أشهر وهكذا لن ننسى أبدا لماذا؟ لأننا حولنا المعلومات من الذكر قسرت المدى إلى الذكر طاولة المدى جميل طيب ذكرت قبل قليل ثلاثة مراحل أساسية في حفظ الذاكرة هي التسجيل والاحتفاظ والاستدعاء الآن حدثنا عن تقنيات تساعد في التعامل مع هذه الثلاث مراحل حتى تظل الذاكرة برمتها محفوظة في نهاية الأمر ممتازة لدينا استراتيجات لتقوية الذاكرة وهذه استراتيجات طبعا تعتمد على ثلاث مراحل هذه مثلا أول شيء في أي معلومة أريد أن أحفظها لابد أن نحولها للصورة أتخيلها يعني لهذه المعلومات نعم لابد أن نحولها للصورة لا أحفظها هكذا بالكلمات لأنه في الدماغ البشري نعرف أنه يوجد قدرات منطقية وقدرات إبداعية القدرات المنطقية كلما يتعلق بالكلمات والتسلسل والأرقام أما القدرات الإبداعية كلما يتعلق بالخيال والإبداع والألوان والصور فنحن في حياة يومية أو منظومة تربوية عموما تعتمد فقط على القدرات المنطقية والقدرات المنطقية بالنسبة للقدرات الإبداعية تشكل 1 من 11 فقط يعني أغلب قدراتنا هي في المنطقة الإبداعية لذلك لا بد أن نزاوج بينهم فنحول المعلومة إلى صورة وهذه تعتمد على خمس استراتيجيات أيضا هذه عبارة عن شك في شفرة الدماغ الدماغ يتعلم بطريقة معينة فنحن إذا قدمنا له المعلومات لا بد أن نقدم له المعلومات بالطريقة التي يريدها هو يريدها هو ولا نريدها نحن يريدها الدماغ العقل نعم ما نريدها دماغ خبرنا أول شيء ما يتعلق بالعدد إذا أردت مثلا أن أحفظ كأس لدي مجموعة طالبات في المنزل لكي أشتريها نعم أي شيء لابد أن نكتر عدد أو ننقص العدد إذا كان ذلك الشيء فيها عدد كبير ننقصها إذا كان شيء ناقص أكترها هذا أول شيء العدد ثاني شيء الأحجام إذا كان ذلك الشيء أريد أن أحفظه كبير أنا أصغيره وإذا كان صغير أكبره لما أقول مثلا أريد أن أشري قلم لا أجعل في ذاكرتي قلم بشكل عادي لابد أن نحجمه بما أن القلم صغير لابد إما أقلام نعم بالعدد أو بالحجم كبير أتخيل قلم كبير أمامي وبهذا لن أسى أبدا كذلك بعد ذلك يأتي قلنا الصورة الآن جعلنا الصورة بشكل جيد طيب فيما يخص عفوا العكس فيما يخص مسألتي العكس إنه إذا كان كبير نصغر العدد أعطينا مثال على ذلك مثلا الفيل فيه المثلا كبير كبير جدا أنا أصغرها وتأتي المرحلة التي بعدها الدعابة لابد أن يكون شيء فيها من الدعابة مثلا لما أقول قلم كبير أتخيله يبكي لابد أن يكون فيها شيء من الدعابة مثلا قلم على شكل شيء مضحك أو قلم على شيء مهرج لبس لباس مهرج وهذا لننسى أبدا الشيء الأخير هو الحركة أكشن نبدأ أن أجعل حركة أي شيء متحرك أتخيل طبعا في الدماغ أي شيء متحرك يبقى في الذاكرة ولا نتنسى أبدا هذه استراتيجيات نقول هي المفاتيح التي نفتح بها الدماغ فيها استراتيجات أخرى في مجال الحفظ هذه الاستراتيجيات يمكن أن تنفع أكثر لطلاب مدارس ربما لكن أيضا بدنا أمثلة أكثر على حياتنا اليومية نحن الكبار الذين نعاني من تشويش الذاكرة أعطينا أمثلة في هذا الخصوص واستراتيجيات تساعدنا على الحفظ من بين استراتيجيات ما يسمى باستراتيجية جسم الإنسان استراتيجي جسم الإنسان أريد أكيد الذاكرة تنفع في المجال العلمي في المجال العملي في أي مجال حتى في مجال الدعوة في سبيل الله أي شخص يريد أن يحفظ شيء معين يمكن أن يستعمل هذه التقنيات مثلا نظام جسم الإنسان أنا لدي مثلا مجموعة بيودي لو تشاركوا معي حتى يعني يكون مثالي للمشاهد نعم مثلا نقول أشياء معينة أريد أن أخذها إلى المنزل أو جدو الأعمال عندكم جدو الأعمال جدو الأعمال اليومي مثلا لدي أن أذهب إلى صديق نعم هذا جدو الأعمال صديق أتخيل في جسم الإنسان لدي عشر أماكن الرأس ثم الكاتف اليمنى الكاتف اليسرى اليد اليمنى اليد اليسرى ثم البطن ثم الركبة اليمنى الركبة اليسرى ثم القدم الأيمن ثم القدم الأيسر هذه الأماكن معروفة لدى الإنسان صح؟ نعم هي معروفة فالذاكرة تعتمد على ماذا؟ أي معلومة جديدة تريد أن تحفظها لابد أن تربطها بمعلومة موجودة ثابتة وموجودة عندك لذلك هذه المعلومات ماذا نفعل؟ أي معلومة نحولها لصور المكان الثاني معلومة الثالثة في المكان الثالث قلنا في جدو الأعمال لدينا زيارة صديق مثلا أتخيل صديق فوق رأسي يلعب أخلاص يلعب الآن لما جعلت هذه الطريقة كأني ذلك الإنسان أو ذلك الصديق جعلت فيها حركة ودعابة وكذا وجعلته صورة وجعلته فوق رأسي الذي بعدها مثلا أريد أن أستخرج شهادة الإقامة أتخيل في الكتف الأيمن هو حمل نعم هو حمل يعني شهادة إقامة كثيرة هنا وهي تسقط تسقط كأن يعني هذه الحركة لن أنساها ثم أذهبي إلى الكتف الأيسر المكان الثالث يعني وأتخيل في جدو الأعمال ممكن تساعدني أي جدو الأعمال مثل ذي اللقاء في التلفاز نعم أتخيل تلفزيون هنا موجودة هنا تلفاز وتسقط منها شيء معين ثم أذهب إلى اليد اليوم ممكن لازم أتصل بصديق مرة تانية أتصل فيني وأعاود مثل اتصال أتخيل هاتف موجود أنا أحمل هاتف لكن ليس هاتف عادي هاتف ضخم جدا وهو حجم نعم لاحظوا الهاتف هنا ثم نقول أذهب إلى لباس لكي أكويه مثلا أجعله هنا مكوات وحرقت يدي سقطت من يدي نعم لاحظوا هذه الأشياء الآن لما أقول ذكرون بها مباشر تذكرون ماذا يوجد في الرأس صديق صديق ماذا يوجد هنا الإقامة إقامة شاهد الإقامة ماذا يوجد هنا تلفاز ماذا يوجد هنا التلفاز ماذا يوجد هنا مكوات مكوات وهكذا أو اللباس وهكذا نستمر لاحظوا ربطنا المعلومة الجديدة بالمعلومة التي نعرفها هذه الذاكرة ليست الذاكرة أن نبحث عن معلومات خطأ يوجد الكثير من طلبة أو عموما في الحياة اليومية يريد أن يتحصل على هذه المعلومة يعني لابد أن يتحصل على ذمان وهذا غطأ لابد أن يربط بشيء يعرفه حتى تبقى في ذهنه بمجرد أن أتذكر المكان أتذكر معلومة التي موجودة فيها نعم طيب كلامك هذا يأخذني لذكر لأيما أصدقاء ممكن يدور حديث بيناتنا أنه أنا شخص ما بتذكر معلومة غير لأكتبها شخص ما بتذكر معلومة غير لحتى تخيلها في أشخاص ما بتذكرها أو تحفظ بذاكرته غير لما يشوفها فهذه التقنيات أو استراتيجات اللي عم تحكيين لنا عنها هل هي فعلا يعني ممكن تطبق لكل الأشخاص ولا حالات معينة نعم وفق تجربتي فإن الذاكرة في جميع الأعمار حتى طفل صغير إلى 60-70 سنة بالعكس فالكثير ربما فوق 60 سنة يتأثر بمرض الزهايمر لماذا؟ مرض الزهايمر هو عبارة عن عدم استخدام الذاكرة بشكل جيد أو استخدامها بطريقة غير جدية مثلا لما الشخص مشغول ويفكر في أكثر من شيء فهذا خطأ بالنسبة لي في الذاكرة أنه يشكل عليه ضغط لكن الذاكرة تعتمد على الترتيب فهذه الطريقة التي يعني وجود عدة استراتيجيات كلها تدول على الترتيب وتحفظ استراتيجيات كبيرة جدا وتحفظ كبر هائل من المعلومات لذلك لو نقول بالذاكرة الذاكرة يوجد عالم يسمى روزنزنويك أجرى دراسة على الدماغ وكيف يخزن لمدة 30 سنة فوجد أن لو أتينا بالمعلومات في كل 10 معلومات في كل ثانية نلقيها للدماغ لمدة 60 سنة تخيلوا في كل ثانية عشر معلومات لمدة 60 سنة قال لا يمتلئ نصف مساحة استعابية للدماغ يعني لا يوجد دماغ يقول ممتلئ لا فقط يوجد ترتيب وتنظيم حتى يتلقى المعلومات بشكل جيد لذلك أي إنسان مهما كان يوجد مثلا كنت حاكم في بطولة لبنان في الذاكرة الشخص الثالث البطل الثالث على موسى ولبنان عمره أكثر من 60 سنة ماشاء الله نعم لذلك لا يوجد ذاكرة بل بالعكس أثبت دراسة أن الإنسان كلما زاد في العمر زادت قوة ذاكرته جميل طب ما أنك ذكرت أحد المسابقات التي شاركت بها حدثنا عن أهم المسابقات الدولية المختصة بمسألة تطوير الذاكرة والحفاظ عليها وطبيعة مشاركتك بها نعم بالتسبب لبطولات الذاكرة نشأت أول ما نشأت سنة 1991 بطولة العالم نشأت توني بوزان هو مشهور ودخلت إلى العالم عربي سنة 2012 هذه بطولات الذاكرة أدخلها الدكتور رياض بن سوشا ومؤسس البطولة العربية للذاكرة ثم بعد ذلك أخذت التجوب بدأت بالجزائر ثم التوسع في البلدان العربية الحمد لله الآن في أكثر من 18 دولة عربية تشارك في بطولات الذاكرة مشاركتي في البطولة الذاكريا في الذاكرة كحكم شاركت في بطولة لبنان شاركت كرئيس لوجين تحكم بجمهورة مصر العربية شاركت بالسودان شاركت بتوركيا عدة مرات شاركت في أماكن أخرى أيضا بطولات الذاكرة تعتمد على 11 اختبار الآن في وسبعين فقط جعلنا هنا في توركيا بطولة عربية شاركت فيها 11 جولة عربية نعتمد على 11 اختبارات كل ما يتعلق بالذاكرة الصورية والأرقام والكلمات لدينا أول اختبار يسمى اختبار أورق السريعة كأنها أوراق بوكر لكنها خاصة بحيث يحفظ نخلتها ثم يحفظها بالترتيب ثم نقدم له علبة مرتبة يعني يرتبة على حسب ما حفظها في المرة الأولى أيضا يوجد في أرقام منطوقة يسمع أرقام رقم كل ثانية مثل 3 5 7 عشوائية هكذا ويكتبها مرة أخرى ويوجد في الكلمات العشوائية يوجد في الصور مجرد هذه كلها اختبارات تقدم الحمد لله هذه البطولات يعني تتوسع شيء فشيء وتعتمد على ثلاث دورات أساسية وهي مستوى الدبلوم في الذاكرة الخارقة ومستوى الممارس في استراتيجية الذاكور ومستوى المستر في استراتيجية الذاكور نعم جميل هذه أهم البطولات الذاكرة نتمنى لكم التوفيق دائما ومشكرا كثيرا وجودك يسلمك ربا بحفظ 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 محمد أجانا مدير ومحكم دولي بتطوير الزاكرة تشرفنا بكم بارك الله جزاكم لخير اشتركوا في القناة